تطورات متلاحقة يشهدها الاقتصاد المصري في محاولة لاحتواء تداعيات المؤشرات السلبية لأدائه والتي ظهرت في تخفيض قيمة العملة وتراجع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية وانخفاض لاستثمارات مباشرة وارتفاع الدين العام وفرض قيود على الوردات ومع التفاؤل الذي يسود الأوساط الاقتصادية بعد التغييرات التي طالت محافظ البنك المركزي وإدارة البورصة المصرية يترقبوا المصريون قرارات وشيكة قد تتضمنوا تخفيضة جديد لقيمة العملة لتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى حول هذا الأمر معي ضيفي المحلل المالي والاقتصادي الأستاذ علاء عبدالحليم برحب بحدتك أستاذ علاء أهلا وسهلا أستاذ علاء ممكن الكل بيترقب لقرار لجنة السياسات النقدية الخاص اللي التابعة للبنك المركزي بتسبيت سعر الفايدة أم برفع سعر الفايدة بما أن أنا بسجل الفقرة مع حضرتك قبل صدور القرار فبرأيك هل هيتم تثبيت سعر الفايدة أم سترفع الفايدة في هذه المرة؟ في الحالة الاجتماع البنك المركزي يكون الخميس وده متوقع أنه ربما يكون فيه زيادة لكن العالم منتظر الشيء الأهم اللي هو تأثير فيدرال الأمريكي فيدرال الأمريكي يوم الخميس سيكون عنده اجتماع والعالم كله عارف أنه فيه زيادة 75 نقطة أو 3 ربع في المية لكن الناس منتظر المسببات بتاعت الزيادة دي لأنه هي دي النقطة الأهم ليه؟ لماذا؟ لأن دي هي اللي بتشرحها الأمر هيكون فيه استمرارية في الزيادة أو لا أو هيكون أمر مرتبط بالتضخم والتشغيل السوق عارف أنه فيه 3 ربع في المية وامتصها خلال الأيام اللي فاتت بالنسبة للأسهم وبالنسبة للسندات فإحنا منتظرين ده لكن فيه بعض الأفكار أنه ربما عام 23 كله مش هيكون فيه أي تخفيض للفايدة ربما يكون فيه زيادة لكن مرتبط بالنسبة بالتضخم والتشغيل طيب بالنسبة للواقع المصري البعض توقع أنه هيكون فيه زيادة بنسبة 2% إذا كان هناك زيادة برأي حضرتك هل 2% هتكون مناسبة لاحتواء حالة التضخم الموجودة حاليا؟ لا هي نسبة 2% نسبة عالية يعني لأن في الحقيقة الحكومة هي المدينة الأول في مصر وأي زيادة في الفايدة هي الحكومة اللي بتدفع تمنى الموضوع ده ولأن هي فيه مدينية كبيرة داخلية ومرتبطة بالنسبة للفايد اللي بتدفعها فأنا بظن أن الأمر بيكون فيه صعوبة يعني لأن الأمر ده أنت كده بزود التكلفة والتضخم كله تضخم الأكتر منه مستورد مرتبط بتأثيرات الحرب الأوكرانية مرتبط بتأثيرات الفدرالي الأمريكي وزيادات المتتالية اللي بيرفعها فالتضخم مستورد ده لو أنت هتبدأ ترفع هترفع هتبقى الأمر صعب خاصة كده هيكون فيه مشكلة بالنسبة للتشغيل وهتكون تكلفة التمويل عالية بالنسبة للشركات وبالنسبة للأفراد يعني احنا دايما بنبص على تسبيت سعر الفايدة بالنسبة للشركات أما بالنسبة للأفراد اللي قيمة العملة أو قيمة أموالهم أو مدخراتهم انخفضت هقدر عوضهم إزاي؟ هو التعويض بيكون مرتبط أن يكون فيه زيادة في الفايدة لكن احنا بنتكلم على التشغيل لأن ده مرتبط بالنسبة للبطالة مرتبط ده خاصة أن فيه مشكلة في مصر من شهر فبراير مرتبطة بالاستيراد أن فيه بعض القيود بالنسبة للاستيراد لكن تم فتحها مؤخرا يعني البنك المركزي أعلن عن إلغاء الاعتمادات المستندية في الحقيقة أن تم فتحها جزء كبير منه لازلت فيه صعوبات بالنسبة للبنوك سواء بالنسبة للتوفير الدولار أو بالنسبة لده فهي النقطة أن ده مؤثر على السوق وكده هيبقى عندنا مش تضخم وبس هيبقى عندنا تضخم انكماشي أن الأسعار بتزيد لكن المصانع القوة الشرائية القوة الشرائية بتقل والمصانع بتقل وحتى تأثيرات قفل الاستيراد الفترة اللي فاتت دي أثرت على الكثير من المصانع وجزء منها قفل وجزء منها بيشتغل بأقل منطقته كتير فده بيزود سعر التكلفة طيب رأي حضرتك إذا تم التثبيت الواقع الانعكاس ده على الواقع المصري إزاي؟ هو الواقع مرتبط في الحياة لأنه فيه اتجاه كبير بيقوله أنه ممكن يتثبت لأنه على مرتين متتالتين تم تثبيت سعر الفايدة فإذا تم تثبيتها تثبيتها يعني؟ إذا تم تثبيته ده يكون أفضل لأنه في الآخر أنت التضخم مستورد ده مش هي ما حدش يعني في نهايته إيه بس ينقطة الأساسية في الحقيقة الأمر مرتبط بسعر الدولار خاصة هل إحنا هننجح نحن نتفاهم مع سندقنا الدولي فيدينا القرد حتى إن كان القرد صغير في 3 مليار دولار لكنه بيعني شهادة أن الاقتصاد المصري ماشي في الاتجاه السليم يعني فهي قرد سندقنا الدولي تأثيره مهم جدا جدا لو قدرنا نأخذ القرد فده يعني إن الأمور هتبتدي تكون أفضل يعني لكن الأمر محتاج إن الحكومة يكون عندها رؤية واضحة وتنسيق ما بين السياسات المالية والنقدية عشان خطر يوصلوا لسعر حقيقي للدولار يعني كان الدكتور فخر الفي ورئيس لاجة الموزنة في النواب كان قال إن متوقع أن يكون في زيادات متتالية كده أروش أروش لغاية ما يوصل لعشرين جنيه على نهاية السنة لكن ربما السوق بيتوقع أن يكون سعر أكتر لأن في الحقيقة لو رجعنا للفكرة إنه يكون في يعني بعض المستوردين بيقولوا إن هم بيتحاسبوا عليه بـ 23 جنيه هو في الحقيقة ما فيش رقم محدد ففيه تخمينات كتيرة يعني لكن هو الخطورة إن إحنا لو كان فيه فرق بين سعر الدولار الرسمي وسعر الدولار الحقيقي اللي موجود في الشارع ده هيأثر على تحولات المصريين في الخارج هو حاليا فعلا مأثر يعني حجم تحويل المصريين في الخارج قلب مقارنة بشهور ماضية أو حتى بالعامل ماضي من نفس الفترة هو هيقل شوية لأن تحولات المصريين في الخارج في منطقة 30 مليار دولار لو فيه فرق كده فأنا متوقع أن يمكن يقل كتير وده هيكون ليه تأثير سلبي على الاقتصاد المصري يعني فإحنا عايزين قرارات شجاعة زي إيه قرارات الشجاعة؟ إنك إنت يكون فيه لجنة عندها من الحلمة والحكمة كده إن أول حاجة تسعر الجنيه المصري مرتبط بمجموعة من العملات الدول اللي أنت بتشتغل معها بباشر ربط بس بالدولار ففي الحقيقة الدولار هل من حق مصر أن هي تتصرف بشكل منفرد؟ يعني تغير العملة الرسمية اللي بتتعامل بيها؟ لا هي مش هتغير العملة هو مصر ربطة جنيب الدولار فأنت أحسن تربط جنيب سلة من العملات للدول اللي أنت بتشغل معها يعني يكون مثلا 40% دولار 20% يورو وال40% الباقية كليوان صيني روبن روسي غيرها من العملات للدول اللي أنت بتشتغل بيها فبالتالي يجب التأثير مرتبط بالأسعار الحقيقية للعملات دي كان فيه اتجاه أنه الاستيراد من روسيا على أقلق أوكرانيا يكون بالروبل الروسي هو ده الاتجاه تم مع روسيا وتم مع الصين ده هيقلل الطلب على الدولار فده هيكون فيه يعني الاقتصاد هيقدر يتنفس الصعداء قليلا ممكن البعض يتطرق يقول أنه هل إذا مصر تم الاتفاق فعليا مع روسيا والصين على الاستيراد بالروبل الروسي هل في هذه الحالة ممكن يكون فيه عقوبات من جانب آخر؟ لا لا الأمر أنت بتدفع زي ما أنت عايز أنت في الأخر بتشتري بضعم الدولة بتدفع بعملة دولية بتدفع بعملة محلية ما حدش هيقدر يتدخل في الأمر ده يعني خاصة أنك أنت كلها سلع استراتيجية مرتبط بأمح مرتبط بزيت مرتبط بده مش سلع لها طبع عسكرية شايف أنه الدولة أو من المسؤول عن وضع السياسات سواء السياسات النقدية أو الاقتصادية في مصر هل هو منتبه لهذه النقاط لإصلاح أو لإصلاحات مقبلة بخلاف قرض الصندوق؟ هو إحنا مش هنخترع العجلة إحنا عندنا محد التخطيط القومي ده منشأ من أكتر من سبعين سنة فأنت بتعمل خطة قومية وكتقدر تنصق كل السياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات الاستثمار والصناعة وغيرها فالأمر اللي إحنا مش هاتين نخترع العجلة إن إحنا يكون في خطة واضحة ويكون في تنصيق ما بين كل الوزارات يعني سواء بالنسبة للسياسة المالية النقدية الصناعة الاستثمار السياحة كل ده في ظل إنك إنت عايز تحافظ على الاستقرار مصري الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي فالأمر بس خطة ودرسات جدوى واضحة وتكون متفاهم إنت عايزة تستعمل إيه وبالتالي ده هيحتاج إنك إنت تاخد قرارة شجاعة في الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار هل عندنا رقم صريح للبطالة؟ حضرتك بما إنك ذكرت المعهد التخطيط القومي يعني في أرقام واضحة كده تقول البطالة في مصر وصلت كام في المية دلوقتي؟ لا فيها فيه فهلاوة مصرية لأن وحدتك البطالة في العالم تعريفها بسيط إنها من سنة 18 إلى 65 وعنده مقدار على الشغل وبيبحث عن شغل ومش لاقي شغل فالدكتور أعطى في عبيدة الله أرحمه راح ضايب جملة واحدة وإنه ليس لديه أي مصدر دخل فلو فيه واحد والدته بتاخد معاش كفالة وتكارم وكرامة 500 جنيه فبيعتبروا إن ده عنده مصدر دخل فبيشولوا من البطالة لا يعد من ضمن البطالة النصب البطالة اللي عندنا أقل من نسبة البطالة في السويسرا يعني فكرة البطالة 7% و3% وده كلام مش حقيقي احنا بيتكلم على فكرة عايزين يكون أرقام حقيقة عشان خاطر رسم السياسة يقدر يتحرك في فكرة إنك إنت إزاي تحل المشكلة يعني وإن فيه كثير من موظفين شغلهم أعرب للبطالة ما يكون موظفة بيشتغل 27 دقيقة فهدي أربطالة يعني فهي فكرة إنك إنت تهتم بالتعليم الفني وتهتم بعادة التأهيل والمصانع اللي مش شغالة تشغالها عشان خاطر توصل لرقم حقيقي أستاذ علاء أخيرا برؤية حضرتك مما تقرأ سواء داخليا أو خارجيا وتشوف السياسات الموجودة في مصر والسياسات العالمية إزاي المواطن العادي تماشى مع كل التغيرات الموجودة حاليا تغيرات المادية المواطن يكون رشيد إنه هو كل فترة الحالية دي بيشتغل بالحاجات الضرورية الحاجات القابلة للتأجيل يأجلها الحاجات اللي هي يقدر يستغنى عنها يستغنى عنها تماما لأن الأمر صعب سواء محليا أو دوليا والأمر مش معروف نهايته إيه أشكرك أستاذ علاء عبد الحليم الخبيل الاقتصادي شكرا جزيلا للمشاركة على شاشة تبليس شكرا جزيلا شكرا جزيلا للمشاركة